تعالوا اوبو الجمع الماضي وهذا أعطينا نحن البتا موجودة على الفايندكس 3 برو هنا عند التليفون سأتحدث معكم عن التجديدات الجديدة التي نزلوا هنا والشغلات التي أخبروها من اندرويد 12 تغري عليها لكولوروست 12 و ليس فقط ذلك، أريد أن أخبركم و أعطيكم بلانهم مثلاً أمين سننزلوا الكولوروست 12 لتليفوناتهم الثانية المعمولة من شركة اوبو شكراً جزيلاً على كل الناس للماشتراك دعنا نتحدث عن المميزات كولوروست 12 على التليفون فايندكس 3 برو اعملوا لايك و سجلوا على الكنال حتى دائماً دائماً تعرفوا لما نزلكم فيديوهات جديدة هذا هو اندرويد 12 ماشي على التليفون فايندكس 3 برو سوف أعطيكم بعد قليل 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 سنجد هذا التطبيق جديد من اوبو على كولوروست 12 على التليفونات الثانية التي لديهم هنا أهم الشيء بنا نقول هو انه هذا من اخر تنزيل عليه من اخر تطبيق هذا بيتا نزلوه قريباً أعلنوا عنه الجمع الماضي وهلا عم نشوف كل المميزات الحلوة عم بتشوفوا عنا الاوموجي موجودة هون في عنا السيستام موجود مثل ما عم تشوفوا الزرار هون من الزرار هون خاصة الالوان ستحدث معكم شوية كمان كيف نقدر نسيطر على الالوان عبر من نغير الباكرون الوال بايبر طبعنا مثل ما نستعملهم بالاندرويد 12 على التليفونات الثانية هلا أولاً بنا نتحدث عن ما هي الشغلات التي يجبوهم من اندرويد 12 لهون وموجودين بقلب الـ ColorOS 12 أولاً بنا نقول لكم إذا نفوت على نوتفكيشن بعمل نصحب على اليمين سنرى أنه لدينا المايك والكاميرا موجودين هنا معناته يمكننا إضافيهم إضافيهم من كل استعمالهم بالتليفون كله يمكننا أن ندورهم ونستطيع أن نعرف أمتين شخص يستعملهم معناته إذا أصحبت من هنا إلى تحت على اليمين مثلاً ندور الـ Google Assistant نرى هنا أنه يوجد زر موجود لفوق يفرجنا أن الميكروفون يستعمل ونستطيع أن نعرف دائماً ما يحدث وإذا ندورنا هذه الكاميرا يكون نفس الشيء يجب أن يقرب هنا للكاميرا الخضراء ونصحبها من فوق يمكننا أن نرى أن الكاميرا يستعملها لفوق هذا كثير مهم ويمكننا أن نستعملها ويمكننا أيضاً نغير الـ location من الـ GPS هنا الآن في الزمان كان لدينا المعلومة أن نرى أنه معناته الـ location إذا نذهب إلى هنا ونذهب إلى الـ location ومن هناك يمكننا أن نذهب إلى أي تطبيق نتحدث عنها ونرى ما يعمل هناك يمكننا أن نذهب إلى الـ permission ونرى الـ location هنا نرى أنه يوجد عدة عملات مثل ما رأينا من الماضي الـ allow all the time الـ allow while using التطبيق مثل ما نرى ونستعمل وهذه الأشياء التي نعرفها من اندورد 11 اندورد 11 هنا إذا نضيف هذه الأشياء تقول When precise location نطفينها الـ applications والتطبيقات تستعمل الـ approximate location وهذه الأشياء جديدة موجودة في اندورد 12 وهذه جميلة 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 بالنسبة للـ Google أحتاج دائما أن نتعرف مصبوط أين أنا موجود مثل ما نرى السيستام الميكروب لكن إذا كنت تسيطروا على الشغلة موجودة ونأخذوها هنا ونضبطوها مني الشغلة الثانية التي نأخذها ولم نقوم بها هي الـ privacy dashboard هذه الأشياء جديدة على الـ pixels على التلفونات الـ Google مثل ما نرى ننطق عليها ونرى الـ privacy dashboard نستطيع أن نرى ما هي التطبيقات وماذا نستعمل للـ system من كل الميكروبات مثل ما نرى دورنا الكاميرا كل مرة ونعبت في الـ location والتلفونات نفائقين لذلك نرى الكثير من المعلومات لكن الموجودة هنا وكثير جميلة وميشة مضبوط آخر شيء أن نستطيع أن نستعمل الـ pictures and pictures بصورة بطريقة جديدة التي نرى من قبل نذهب إلى الـ subscription هذا الفيديو فقط نفتح الـ live stream فكما نرى هنا نسكر الفيديو ونزل إلى تحت ونستطيع أن نرى ونزيحه إلى يمين ولكننا يمكننا أن نفتح الفيديو ونفتح ونفتح كبير بإذن كبير وبعد ذلك في الوقت ونضع أصبعنا هنا ونضعه على الجنب ونريد أن نترجعه يمكننا أن نرى هنا ونرده ولكننا يستطيع أن نستعمل ونستعمل الـ system ونفتحه ونفتحه كبير ونفتحه بإذن كبير ونستطيع أن نضعه ونرزعه إلى تحت كثير منيحة وهذه الشغلات كلها مبسوطة لأنه جاءت من الـ Android 12 إلى التلفون هنا أولاً سأتحدث فيه من الشغلات الجديدة التي جاءتنا مثل الـ ColorOS 12 هي ومعناته في الـ Android 12 كما نشاهدنا على تلفونات البيكسل يمكننا أن نغير الـ Wallpaper على التلفون والـ System يغير الـ Theme على التلفون يمكننا أن نغير ألوان الأيكون هناك بموقع المشروع ويجعلون تثبت كل الشغلات المثبوطة التي تجعبني أن نصل إلى الخروج يمكننا أن نسأل في المقابلات ونصل إلى الـ Personalization كما رأناها جديدة وقد توجد شغل جديد الـ Always on Display ونضع الثاني هنا ونحن نتحدث عنه لكننا نستطيع أن نغير الـ Wallpaper مثلاً إذا أغيرت هنا نرغب على امام ونقوم سألت على 2 الـ Lock Screen والـ Home Screen يختلفون إلى واحد وبعد من نتحدث نعود إلى هنا وننزل إلى هنا على تعييات الـ Colors. هذه هي جديدة. أول شيء نرى هنا هو عدة اختيارات الـ Glossy التي نرى هنا ونعملها كلنا موجودة هنا. لكن يمكننا استعمل هذا الاختيار جديد الـ Wallpaper color picking. ندوره هنا ونختار والألوان تتغير ونغيرها ونرى كيف يأتي. لكن يتغير بسبب الألوان تعييات الـ Glossy. مثلما رأيت الألوان هنا أصبح أورانج نفعلها وننزلها إلى هنا. أصبح كل الاختيار الألوان هنا. يمكننا أن نغيرها على الـ Default. يمكننا أن نعمل ترندي. يمكننا أن نعمل ترندي. يمكننا أن نعمل ترندي. هؤلاء كلهم موجودين مثل الـ Presets. يمكنكم تختارهم هنا. أما يمكنكم تختار اللون الذي تريد أن تضبطوا على الـ System. يمكنكم استعملوا الـ Wallpaper. يمكنكم استعملوا الموجودين لفوق. يمكنكم استعملوا اللون تبعكم. وهو يمكننا أن نغير الـ Icon Pack. يمكننا أن نغير الـ Quick Setting. الـ Shapes. الألوان. الحجم خاصة بالـ Font. Display Size. فقط، دعنا نتحدث هنا عن الـ Always On Display. هذه هي الشيئ الموجودة هنا. عندما نضط فيها، ترون الموجودة هنا. هذه هي الشيئ الموجودة الجديدة يسمى لها الـ Omoji. من الـ Opo Emoji معمولة. يمكننا أن نرى التوقيت. يمكننا أن نأخذها هنا. يمكننا أن أفتحها ونفتحها ونفتحها. يمكننا أن نفتحها على الـ Unlock. يمكننا أن نفتحها في سيستام جديد. يمكننا أن نغير عدة شئات. ما نرى هنا هو تستعملها. يمكننا أن نقوم السلوات. تقوم التقوير الموجودة هنا وهاتف او أخرى. والأخطة في مŞ الـ Omoji. أكثر إستعمالاً على تغيير الموجودة هنا. يمكننا أن نستعمل الـ Omoji ، كما نستعملها هنا. لأنها ساعدد أحد هنا. لن يجد أغيير شيئاً. ولكن هناك عدة اختيارات أيضاً. كما تستخدمجاً على الـ Analylogger. تستخدموا صورة وركبها. يمكنكم سيسمعها معنا بشكل جيد. يمكننا أن أختيارات بـ Always On Display 2.0. واحدة أخرى أريد أن أتحدث فيها عن أكسسيابيليتي أريد أن تركبها جديدة يمكننا أن ننزل على System Settings يمكننا أن نرى على أكسسيابيليتي ثم يمكننا أن نستعمل هنا Select Speak هذه هي جديدة جديدة يمكننا أن نضغطها هنا إذا أظهر لكم الوضع ونقوم بعملها ويجب أن نقوم بعملها يمكننا أن نقوم بعمل إختراع للتكسس الموجود كيف تستعمل؟ أقوم بعمل قطة التكسس لتسمعها في مقابل أقوم بعمل قطة التكسس لتأخذ كثيرة جميلة جدا ويجب أن تذهب أيضا على الإيميلات إذا لديكم الإيميل على الإيميل ستكبسوها وفتحوها ويجب أن تقرأ لكم بالصوت العالي ويجب أن تسمع على المكان من غير أن تضيع الوقت أن تقرأ الإيميلات وبعد ذلك أننا موجودين هنا في قلب System Settings دعونا نذهب إلى مطرحة البطارية لدينا صفحة جديدة للبطارية ويجب أن نرى السيستام كيف نستعملها هناك أيضا زرار هنا خصوصيا لتدور بكثير سهل ويجب أن نطلع مندد البطارية وحيات البطارية على التليفون كثيرا كما ترى هنا صفحة جديدة نرى تشغيل بعض البطارية ويجب أن نستعمل بطارية أخرى 24 ساعة يجب أن نرى عدة اختيارات لتوفر البطارية على التليفون يجب أن نطفع عدة تطبيقات ونطفة GPS ونطفة 16 هرس ونرجع لـ 120 إلى 60 أنا مدورة عن 120 هناك أيضا ويجب أن تطفي الشاشة تطفي تقريبا بـ 30 ثانية بعد ما تكون دقيقة كما نعملها لذلك عدة شغلات التي نعملها كثير منيحة وحلوة موجودة كثيرا هنا الآن الشغل الموجودة التي حدثت من 11 لها هي الشغلات التي نعرفها من قبل معناتها نفتح على جوجل بلاي ستور هناك أسحاب وضعها لفوق كما نرى هنا نقوم بـ Free Window وهذا ما رأناها من قبل ونعرفها إذا كبسناها من هنا يصبح يمكننا أن نستعملها يمكننا أن نفتحها ونقوم بـ Full Screen كما نستعملها كما نستعملها من الماضي وإذا أريد أن نضعها على الجنب هنا ونغطيها كما كنا نقوم بـ Picture and Picture يمكننا أن نستعمل الـ System ونقوم بـ إذا أريد أن نقوم بكبسها ونرجعها كثير منيحة وهذه نستعملها الشيء الثاني الذي أعجبتني فيها هو أن نستعمل الترجمة التي نرى من قبل أنا أريد أن أعملها هنا باللغة العربية ولكن مثلا نستعمل ثلاثة أصابع Three fingers translation كما رأيتم هنا تستعملون ثلاثة تختارون مثلا التي ترى الترجمة ونقوم بـ Text to Translate موجودة هنا Auto Translate من العربة للإنجليزية يمكننا إقراءة هنا وإذا يمكننا أن نقوم بها اللغات الثانية الحالية فيها أن تنشي كثيرا على أي شيء موجود على الشاشة ولكن لدينا ثلاثة أصابع ونصحبها مثل ما رأيتم هنا إذا نريد أن ندورها للـ Google Play Store يمكننا أن نقوم بها ولكن يمكننا أن نقوم بها كبابة هناك ولكن يمكننا أن نقوم بها في الأشياء التي لم أعطيت لدينا أن أعطيتكم ولكنكم لاحظتم أنه السيستام كثيرا ترى كثيرا هذه السيستامة التي يساعدنا أن نستعمل السيستام ويكون السيستام لديه ردة فعلة في حياتنا عندما نستعملها إذا كنت أقوم بعمل هذا الفلك سأقوم بعمل قليلا وتمشي كثيرا وهذه أعجبتنا كثيرا خاصة عندما نلعب ألعاب على التطبيقات GPA 2.0 يعملون جديد ويضبطون كل الأشياء جميلة الآخر أريد أن أحدث معكم هو اسمه PC Connect الذي يأتي جديد على تليفونات أوبو ننزل هنا من ونختارها ونستطيع أن نوصل على التليفون مثل فلشت كونيكي على الويندوز 10 ونحويل معلوماتنا على التليفون الصور ونفتحهم أيضا من التليفون ونقوم بعملهم ونقوم بعمل التليفون أيضا وتساعدنا كثيرا نستعمل التليفون مع الكمبيوتر من غير ما نكون مدورين التليفون الآن يمكنكم أن تطفل الشاشة والكمبيوتر يستطيع أن يعمل معه كثير منيحة وكثيرا قريباً على التليفونات الآخر أخر ما بدأت تحدث معكم عن تطبيقين جديدة بينه دولة تليفون بالتاليفون أول شيء اسمه نستعمله عن تجده على ما تكونون بالنسبة على ونحويل مثلا على الذهاب نضغر على نسيطر على كل شيء مثلنا على نتواج على الذهاب تضغير ونضغط على يت small على الصفحة جديدة الجديدة الثالثاني في العمل نستطيع أن يمكننا ما نقوم بصدر على المسيحات على اللسكونات مثل كأنه فيروس سكان فينا نعمل عليه للتليفون شغلة جديدة ستكون تطبيق جديد موجود بقلب ColorWise 12 آخر شيء بنا نتحدث عنه هو الأوموجي مثل ما شفناه على الشاشة أول شيء أنا زبطته هون في عندهم إعداد اختيارات موجودة عندهم هذو اللي بيجوا الديفولت عليه هون فيكن زبطه اللي بتكونيها اللي بتعجبني فيها أنه أنا بالنسبة لي على الألية اللي قدرت تزبطها اللي بدي هي نستعملها فينا نعمل Customize Omoji بنقدر نغير اللون اللي بدنا هي مثلا بنعمل هنا على الصفحة الصفرة ومثل ما بتشوفوا هون انه بتستعمل الكاميرا الموجودة قدام لتعملوا المنظر اللي بتكونيها أنا هكي استعملتوا للكوفر تبعي هون حتى نستعملوا جديد فيكن تعملوا عليه Share تعملوا اللي بتكونيها وتفتحوا وقدر تستعملوا عليه هكي وتقدر تعملوا sharing متل ما بتكون وحلو كتير شغلة جديدة موجودة هون على القليل نستعمل على تريفوناتنا وتقدروا تضبطوا كل الشغلات فيها ما فجرتكن انا هون مازلوا بتعملوا Edit فيكن تضبطوا هون الجلد الراس الشعر الاحواجي بالعيون المنخار فينا عنا كمان التم هون الدينات الهدوير اللي نحط لنا الشابو ولا هكي شغلات غطا ولا هكي شغلات تعملوا كل هذه الشغلات تضبطوها وانا تضبطوا حتى تعملوا كنت تتمنى لو قدر تضبط اللون تبع الدقا بس ما قدرت تضبطها يمكن بالمستقبال يمكن بالمستقبال يعطونا هيها سيأتينا كثير شغلات من شركة أوبو على تليفوناتنا جديدة الاندرويد 12 سيدقر يعمل نفس الشغلات التي شغلتناها بالاندرويد 11 ويعطينا السرعة أحسن بكثير السيستام سوف نغير الألوان عليها مثل ما بدنا نستعمل آيكون باك مثل ما بدنا نغيرهم نضع عدة لغات سيسموها مثلا أن نستعمل اللغات أحسن عليها للتليفون سوى مثل ما افرجيكم هلا بين الإنجليزي والعربي منقدر نقوم بلغة على العربية ويكون اللغة مستعملها أحسن جابوا الناس ليسعدوهم ليعملوا الترجمة مضبوطة على اللغة العربية وعندهم كمان لغات تقريبا سبعين لغة بقدر يزبطوا عليها بسبعين الريجين بالعالم الشغل الأهم شي بدي لكم علي انه هلا بشهر أكتوبر بس الفايندكس 3 برو عنده البيت الموجودة فيها بس هيدا ما هو آخر شيء قريبا نقدر نشوف تليفونات تانية موجودة عندهم ويعطونا التطبيق الجديد وفرجيكم هلا متل ما شوفوا على الشاشة الشغل جديد ما نقدر نشوفه انه بشهر نوفمبر سيأتي على الفايندكس 2 برو على اللامبرغيني اديشن على الريناو 6 برو وكمان بشهر ديسامبر سيأتي على الريناو 6 الريناو 5 ماربل اديشن كل هذه الشغلات بأول نصف السنة 2022 ستشوفوا عدة تليفونات تانية مثل ما نشوف الريناو 5G كل هؤلاء الريناو 4F واخر السنة تانية سيكون عندهم تليفونات تانية الريناو 5F كل الشغلات تانية عادة موجودة سيأخذ وقت بس اهم شي انه سيأتي هالتطبيقات ويأتي هالتجديد على هالتليفونات والشغلتين كمان اللي أوبو اعلنت عنه بنفس الوقت انه سنرنا نقدر نعرف كم سنة تجديدات ستأتي على تليفوناتنا مثلا الفايندكس 3 برو سيأتي ثلاث سنين وثلاثة سيأتي عليها تجديد ومع ثلاث سنين وهذه الشغلة مهمة وكل تليفون سيأتي سنقدر نعرف نزبوط كم سنة تجديدات وكم سنة نقدر نجيب تجديدات عليها للتليفون الاندرويد جديدة الاندرويد يأتي هنا أكثر بس على القليل من نعرف انه نقدر نعرف من أول ما تجيبوا هالتليفون اديه سيأتي التجديد وفيكم ساعدكم تأثير تختاره اي تليفون ويأتيكم ويمشي مضبوط لكم للمحتاجات تعيدكم انتم خبروني تحت قلولي اي هو التليفون اللي انتم تستعملون من شركة أوبو وان شاء الله سيكون لأي توب الليستة اللي فجرتكم عليها من قبل اذا لم تلاحظتوها بسرعة رجعوا قليلا الفيديو وعملوا باوز تقدروا تقروها كلها خاصة حتى تعرفوا مضبوط امتين سيأتي التطبيق للتليفون شكرا جزيلا لأوبو شكرا جزيلا لأيكم انتم اللي عملتوا الاشتراك على الكنال نراكم ان شاء الله في الفيديو جديد